شارك آلاف المسيحيين الذين يسيرون وفق التقويم الغربي في البلدة القديمة بالقدس بمسيرة أحد الشعانين بعد أن ترأس غبطة بطريارك القدس للاتين بير باتيسا بات سبالة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة وانطلقت المسيرة من كنيسة بيت فاجي بجبل الطوري بالقدس وتوقفت في محيط كنيسة الدمعة وهناك ألقى غبطته عظة بهذه المناسبة قال فيها نحن اليوم في أجواء طبيعية بعد عامين من تفشي وباء كورونا وإغلاق الكنائس نحن سعداء جدا وبالنسبة لنا هذا نوع من القيامة ومن ثم توجهت المسيرة إلى باب الأصباط تتقدمها الفرق الكشفية وقال الأب خالد جمو من كهنة البطرياركية اللاتينية انطلاقا من هذا المكان الذي انطلق منه السيد المسيح وصولا إلى مدينة القدس وتحديدا إلى دير القديسة حنة هذه الدورة الاعتيادية التي بدأها السيد المسيح في حياته فأننا نستذكر بأن الأخوة والإنسانية التي تجمعنا هي الرسالة الأسمى رغم الألم والصعوبات التي نحياها تذكرنا دورة اليوم بأننا جميع المدعوون إلى مدينة القدس مدينة اللقاء والمحبة تربة ترجمة نانسي قنقر